مش أمريكا بقى العلمانية وأمريكا الدولة المدنية والدين حطونه في الدرج وكل ده كده أوه شوف الرجل الرئيس مجلس النواب بيقوله أوه هاتي يا ابن شغالب سمعت I assure the prime minister of our unwavering support of Israel and her people and I assure him that our congress and under my leadership we will be there until the end we will be there until the end of this conflict as a as a as a Christian I know and we believe that the Bible teaches very clearly that we're to stand with Israel that God will bless the nation that blesses Israel that we're to take peace of Jerusalem exactly I will like ربنا هيبارك اللي بارك الإسرائيل ده الراجل برئيس مجلس النواب الأمريكي ده كلام برضو خطر ده خطر وخطر جدا الراجل بايدن لما قالك أنا صهيوني ولم يكون يهودي وأبو يقالي ومقالتلي ده برضو كلام خطر جدا جدا نتنياهو الكلام اللي قاله أخطر وأخطر لما يجي الإدارة الأمريكية بتساعد أنا بأسأل بتساعد ليه وفيه ناس كليم بتساعد ليه بدأت الأمور تتبدأ هل يمكن يا جماعة أن ده يكون في حقيقي ولا ده استخدام سياسي للدين ولا استخدام ديني للسياسة أنا بقول تاني هذا الأمر لا يجب أن يحزم إعلاميا ما ينفعش حسيمه واتكلم وقول إنها حرب الدنيا ما ينفع أنا بأسأل أسئلة واضحة ما تفسير استخدام هؤلاء اليهود الإسرائيليين والصهاينة لنصوص من العهد القديم في هذه الحرب لماذا يبررون قتلهم للأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنية التحتية في غزة بنصوص دينية اللي هو سفر عشعية وإن هو الخيار والأشرار والأهل الظلام وأهل النور والكلام اللي هو تفسير لسفر عشعية واللي احنا قلنا مبارح ايه التفسير استخدام ليه استدعوا هذا هذه الأصفار التي ترقد منذ آلاف السنين بين دفتي كتب قديم ليه استدعوها دلوقتي وليه الناس في المجلس النوبل الأمريكي طلعوا وقال لك إحنا بنأيد برضو أيد استراتيجي مصلحة أمريك أمن أمريكا لو لم تكن إسرائيل موجودة لصنعنا إسرائيل زي مقال بايدن مفهوم وهذا كلام ومفهوم استراتيجيين وعسكريين مفهوم لكن إنه يرجع يقول لك إسلحنا الرب دهنا نصيحة أن احنا نساعدهم عشان ده ما بيقتل للناس يا عام هو فيه رب بيقول لك يقتل للناس بهذا الشكل هو فيه إله بيقول لك يقتل للناس بهذا الشكل يا جماعة ده مش طبيعي ده مش معقول ده جنون ما يجري يعني يجعل الحليم حيران يجعل إعمال العقل لكل الجنون مش شيء من الجنون أرجو الناس تتعقل وأرجو إن الناس تدرس والباحثين يدرسوا ومراكز دراسات تتحرك يعني دور الدين فيه أو دور يعني لماذا يتم تديين هذا الصراع هو واحد يقول لي يا عام وصراع أنت مش أخد بالك يا عام أنا مش أخد بالك يا عام إنساني عايزين الناس يطلعون بيه دراسة قراءة للموضوع ليه إيه اللي حصل هل ده حقيقي إحنا بنحذر من تديين القضي بنحذر من إنه هذا الأمر يتحول إلى صراع حضرات وصراع أديان وصدام حضرات وصدام أديان ويطلع زي ما كان أردغان بيقول إنه إنت عايزين حرب صلبية كل الحاجات دي نحطها جنب بعض كل التصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين وغيره اللي بيتكلم على أساس ديني يجب أن تجمع ويتم تحليلها ونشوف الموضوع إيه هل هو ده تغدغى من شعر الجماهير ولا بجد ده مشروعات دينية ولا مشروعات سياسية بتاخد الدين مطية أو تاكئة ده أعتقد يعني واجب على مراكز البحوث تقوم بهذا الدور ترجمة نانسي قنقر